بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفل لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي ولو تحمل المريض والحامل والمرضع الصوم كره لهم وأجزأهم لأنهم أتوا بالأصل فأجزأهم كما لو تحمل المريض الصلاة قائما نعم الحمد لله رب العالمين يقول هو تحمل المريض والحامل والمرضع يعني هنا المريض هذا كما تقدم في حد المرض الذي يخطر به كذلك الحامل والموضع إذا تحمل أحدهم الصوم أو أحدهم الصوم صحة لكن له أحوال إن كان يضر فلا يجوز له ذلك إن كان يضر والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس من البر الصيام في السفر لما رأى ذاك الذي قد سقط من شدة التعب وكان صائما وإن كان لا يضره لكن فيه مشقة فهو خلاف السنة وإن كان الصوم أيسر له تقدم أن الأيسر هو الأفضل لأنهم أتوا بالأصل فأجزاءهم كما لو تحمل المريض الصلاة قائما كذلك المريض صلي قائما فإن لم تستطعف قاعدة فإن لم تستطعف على جنب فالمريض يتحمل الصلاة وكان يتضرر في الصلاة الصحيحة لكن لا يصلي قائما مع الضرر لأنه حين يصلي قائما مع الضرر يفوت أمرا قطلوبا بل واجبا عند كثير منهم وهو الخشوع وهو الخشوع في الصلاة الذي هو لبه الصلاة وروحها ولهذا لو كان يصلي خلف الإمام مثل هو قائم فإنه يتململ تماما شديدا وينتظر متى يركع متى يشجد متى يجلس فهذا لم يأتي بالصلاة على الوجه المطلوب نعم قال رحمه الله ومن سافر في أثناء النهار أبيح له الفطر لما روي عن أبي بصرة الغفاري أنه ركب في سفينة من الفستاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ثم قال اقترب قلت ألست ترى البيوت قال أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل رواه أبو داود نعم هذا الحديث دليل أن من لمسألتين الأولى أن من أصبح صائما ثم نوى السفر هل يجب عليه تمام الصوم الصحيح أنه لا يجب عليه ذلك والصائم إما أن يصبح صائما في سفره وإما أن يصبح صائما في حضره إنسان مسافر ونوى الصوم في الليل وهو مسافر تقدم أنه لا بأس بالصوم إذا كان لا مشقة عليه فيه فلو أفطر هذا لا بأس وهذا بأت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر ثم أفطر والناس يرون ذلك حال الثاني أن يصبح صائما في الحضر هذا الخلاف فيه أقوى منها العلم قال إنه صام في الحضر وجب عليه الأصل وجوب الصوم حين كان في الحضر فإذا كان واجبا في طرفه الأول فيجب عليه أن يتمه في طرفه الثاني كما لو أحرم بالصلاة في الحضر ثم سافر والقول الثاني أنه له أن يفتر هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح وحديث حديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه وهو حميل بن بصرة حديث صحيح رواه ابو داود أن عبيد ابن جبير تابعي رضي الله عنه كان معه وركب معه قال وكان صائما فلما فلما ركب ومشى خرج من البلد الفسطات البلد قرب غداءه قرب غداءه دل على وقال ثم أخبر أنه أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على أن من أفطر بعد شروع في الصوم ثم سافر أن له ذلك ولعمم قوله سبحانه وتعالى فإن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فعدة استرحى جزاك الله خير فعدة من أيام أخر أنه لا بأس بذلك وهذه السنة هذه السنة يعني حين يكون محتاجا حين يكون محتاجا فلا بأس بذلك بل يتأكد لأنه مسافر لأنه مسافر وداخله في عموم الرخصة المسألة الثانية أن من خرج من البلد تقدمت هذه فله أن يفطر ولو كان يرى البيوت أنت خرج من البلد وأنت صائم وترى البيوت ترى بيتك بيتك هذا قريب في آخر البلد ربما تراهم وأنت مسافر مباشر أما خرج أفطرت من صومك لا بأس لماذا لأنك ضربت في الأرض وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحة تقصر من الصلاة فإذا جاز القصر جاز الفطر والله سبحانه ومن كان منكم مريضا أو على سفر وأنت على سفر المقصود أنك تنوي السفر تنوي السفر ولهذا كما تقدم في القصر لك أن تقصر ولو كنت بجوار البلد ليس بينك وبينه شيء لأنك جاوزت البلد وهو حديث بصر حديث صحيح لكن اختلفه بمسألة هل يجوز الفطر قبل خروجه من البلد إنساني بسافر الآن عزم على السفر حزم حقائبه تجهز ووصائم بعضها للعلم يقول يجوز أن يفطر في بيته يجوز أن يفطر وهو في البلد سدل بحديث محمد كعب عن آنس رضي الله عنه عند التلمذي وظاهره أنه أفطر قبل خروجه والحديث محتمل من علم من لم يثبته وحمله على حديث ببصرة وأن المعنى أنه يعني لم يكن الفطر في البلد حمله على وجه لأن الآية محكمة في قوله عنه من كان منكم مريضا على سفر هذا الحديث محتمل فيرد المحتمل إلى المحكم ولأنه لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام لحديث الواضحة أنه أفطر قبل خروجه عليه الصلاة والسلام أو قصر قبل خروجه عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بالمدينة يوم السبت أربعان وصل العاصر بذي الحليف ركعتين يما خرج عليه الصلاة والسلام للحج وبات ليلة الأحد عليه الصلاة والسلام حديث أنس هذا محتمل وقد قال به بعض السلف بل قال بعض السلف يجوز له أن يقصر الصلاة وفي هذا نظر الصلاة لم يأتي فيها لو جاز لقيل ممكن يقال في الفطر مع أن الدلالة فيها خفاء وقول الجمهور والأدلة دال له على أنه لا ترخص إلا بعد الخروج والبروج ولأنه ما يدريك هل تسافر أو لا تسافر ربما تنحل عزيمتك يعني إنسان نوى السفر وعزم عليه أبدا جزم وتيقن ربما حصل له أمرنا قعده فلم يسافر فاليقين هو وجوب الصوت اليقين هو وجوب الإتمام فلا يترك هذا اليقين لهذا الاحتمال لو جاءت السنة واضحة فعلى العين والرأس يعني لو جاءت دليل صريح واضح في هذه الحالة يسلم نقول سمعنا وأطعنا لكن حديث حديث حميل بن بصرة حديث حميل بن بصرة وهو بوصر القفاري رضي الله عنه قاله ألا أستد ترى البيوت ترى هو يرى البيوت ليس بين البيوت كونه بين ديار البيوت هذا لا يضر لأنه ضرب لكن ما دام بين البيوت في داره في بيته لم يخرج فلا يترخص بنخص السفر فيما يظهر والله أعلم نعم قال رحمه الله ولأنه مبيح للفطر فأباحه في أثناء النهار كالمرض وعنه لا يباح لأنها عبادة تختلف بالسفر والحضر فإذا اجتمع فيها غلب حكم الحضر كالصلاة فإذا اجتمع فيها غلب حكم الحضر كالصلاة نعم هو ذكر معناً وقياساً المعنى يقول عبادة تختلف بالحضر والسفر السفر فيه الفطر فيه القصر الحضر فيه الإتمام في وجوب الصوم اجتمع وقد بدأ هذه في مسألة ما إذا أصبح صائماً وخرج هذه المسألة يريد إذا أصبح صائماً في بلده ثم في وسط النهار سافر هل له أن يفطر تقدم من له يفطر الرواية الثانية في المذهب أنه لا يفطر واستدل بمعنى قال عبادة اجتمع نعم تختلف بالسفر والحضر اجتمع فيها وصف السفر والحضر وقد بدأ في أول النهار صائماً واجب عليه الصوم فإذا سافر يغلب جانب الحضر وهو وجوب إتمام الصيام لأن الأصل وجوب إتمام الصيام وهذا هو اليقين فلا يفطر كالصلاة كما لو أحرم بالصلاة في الحضر ثم سافر فإنه يصليها أربعاً لأنه ابتدأها في حال الحضر فيصليها أربعاً كذلك ابتدأها في حال السفر في حال الحضر ابتدأ الصيام في حال الحضر وسافر فيتم الصيام ولا يفطر لكن هذا القياس فيه نظر وذلك أنه لا قياس مع النص وقد ورد الحديث الصحيح في هذا بل عموم الحديث وخصوص عموم الآية وخصوص الحديث يدل على خلاف ذلك عموم الآية قوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضاً أو على سفر مريضاً أو على سفر فهو مسافر كما لو ونقول بقياس آخر وهذا يرد بقياس آخر يقال لو أنه ابتدأ المسح حضراً إنسان ابتدأ المسح حضراً ومسح عشر ساعات بقي له أربع عشرة ساعة لليمسح يوم كامل وسافر هل يتم مسح مقيم أو مسح مسافر على قاعدة وقياس يتم مسح مقيم لكن يقال هذا قياس مقابل القياس فالقياسان في باب واحد يرد أحدهم الآخر وتبقى السنة سالمة من الاعتراض وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام وقوله في حديثه أبي باصرة أترغب عن سنة رسول الله سلام وأنه أفطر بعدما سافر وكان قد ابتدأ الصيام في حال الحضر ولهذا نقول بالعموم كما تقدم أيضا فمن سافر يترخص ولهذا من مسح إنسان نصف يوم ثم سافر يكمل مسح يومين ونصف نقول بقي عليك يومان ونصف تمسح بقية فلو مسح ثنتي عشرة ساعة نقول بقي لك ستون ساعة تمسح لأن المسافر يمسح ثنتين وسبعين ساعة ثلاثة أيام وابتداء مسحه وابتداء من أول مسحه بعد الحدث هذا ابتداء المسح لكن قد تزيد يعني إنسان مسح قبل أن ينتهي مسحه بدقيقة مسحت مثلا أنت ينتهي مسحك الساعة الثانية عشرة امس وينتهي مسحك الساعة الثانية عشرة اليوم ثم في هذا اليوم توضأت ومسحت الساعة الحادية عشرة حضرة الظهر وأنت على القهر نقول تصلي صلاة الظهر حضرة العصر تصلي صلاة العصر ولو زالت المدة على يوم لأنك لا تبتدئ مسح لم تبتدئ مسحا جديدا إنما الذي لا يجزء أن تبتدئ مسحا جديدا تبتدئ مسحا جديدا لكن لو انتهت مدة المسح صلاتك صحيحة وهذا والصحيح هم يقولون لا أنت الآن مسحك ينتهي الساعة مثلا الساعة الثانية عشر مثلا الساعة الثانية عشر يبطل وضوك طيب يصلي الآن هو يصلي مثلا الظهر قالوا يخرج من صلاة خلاص انتهاء المدة بمثابة الحدث لكن هذا قول ضعيف قول ضعيف هو لم يمسح هو يستصحب مدة المسح استصحب مدة المسح فله أن يصلي ما دام على طهر وانتهاء المدة ليس حدثا حتى يقال إنه بطل وضوءه بهذا صلى الله وسلم مبارك عن نبينا محمد محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر